بيبدأ الفيلم ببيتر واللي بيقول قصتي غريبة جدا اعتقد انك تستحق انك تضيع وقتك علشان تسمعها بداية قصتي مع البنت دي اللي ساكنة قدامه وتعرف شخص اسمه فلاش وطبعا محدش يقدر يقرب من اي حاجة بتاعته لانه هو مسيطر على المدرسة بالكامل وطبعا ده انا اللي باجري ورا الباص كل يوم كالعادة لان لو اتأخرت شوية الباص ما بيستنانيش ومحدش بيعمل لحساب اصلا ولو بتسأل ايه اللي جابرنا على كده لاني مقدرش اروح باي مواصلات لان المواصلات سعرها غالي واول ما طلع الباص كله بيبصله ومحدش عايزه يقع جنبه غير التنمر اللي بيسمعه من صحاب اللي موجودين بس هو بيكون مركز على ماري جيني لما بتكونش معبره لاني بتشوف اللي هما بيعملوه فيه دقيهانة وهو مش قادر يعمل حاجة وفلاش بيشاول لصاحبه علشان يحط رجله علشان يوقعه وفعلا بيعمل كده وبيقعه والباص كله بيضحك عليه واول ما بيوصل للمدرسة برضو بيتر بيفضل مركز معاها وبعدها بيوصل صاحبه الغني اللي هو هاري واللي بيكون متدايق ان والده كل يوم بيوصله وبيشوف ان كده صحابه هيشوفه متكبر عليهم علشان دي مدرسة عامة مش مدرسة خاصة بيقوله ما انت كنت في المدارس الخاصة بس معرفتش تعمل حاجة لان انت فاشل فبيغضب وبيسيب وينزل فبيلاقي بيتر وينادي عليه فبيلاقي ابوه بندي من وره وبيقوله انت نسيت الشنطة فبيقول لي بيتر احب اعرفك على بابا نورمان فبيتر بيقطع وبيقوله ازاي اعتعرفني على الشخص اللي عامل انجازات كتيرة وبيفضل يمدح فيه فبيقوله شكرا وبيقوله ان هاري بيحكي لي عنك كتير وبيقوله انك شاطر في مادة العلوم فبيقوله ده فضل ابحثك اللي انا حافزها كلها لان هي بجد عظيمة جدا وما شفتش حد بيعمل ابحث بالطريقة دي فانورمان بيقوله اكيد والدك ووالدتك فخورين بيك جدا فبيقوله للأسف والدي والدتي مش موجودين وانا عايش مع عمتي فبينده عليهم فبيستأذنوا ويمشوا فبيتر بيقول لهاري ان والده محترم جدا فهاري بيقوله بيحب اللي بيحترم مجاله ومش اكتر وعلى فكرة معجب بيك جدا روح شوفه ممكن يتبناك ويسيبنانا في حالي فبيخش مختبر العناكب واول ما بيخش هاري بيقوله ايه الهبل ده فبيقوله ده اكبر مختبر عناكب في العالم كله لانه هتشوف عناكب عمرك في حياتك ما شفتها فبيروح عنده دكتورة بتشرح وبتقول ان العنكبوت ده عنده طريقة غريبة في صيد الفريسة فبيتر بيقول لها ممكن اصوره فبتقوله صورة واحدة بس واول ما بيجي اصور فلاش بيزقه فالصورة بتبوز منه فالدكتورة بتاخده معلى فصيلة تانية واللي بتقول ان الشبكة بتاعتها قوية جدا وبيتر بيكون بيحاول يركز في الشرح بتاع الدكتورة لكن ما بيعرفش يركز من فلاش وزميله فهاري بيتدخل وبيحاول يوقفهم وبيقولهم ببعد عنه ففلاش بيقوله طب لما بعدناش هتروح تشتكي البابا الغني جدا ييجي تردنا من المدرسة فبيتر بياخده بعيد علشان ما يعملوش مشكلة وبيقوله بص الفصيلة دي من العناكب تقدر تغير لونها بمنتهى السهولة بس لما ماري بتعده قدامهم فبيتر بيسكت فهاري بياخد باله ان بيتر معجب بيها فبيقوله ما تروح تكلمها فبيقوله لا يا عم ما اقدرش فهاري بيروح عليها وبيقولها ازايك فبيقوله كويسة فبيقوله ايه رأيك في العنكبوت فبيفضل يقولها المعلومات اللي قاله له بيتر بس بيتر بيكون سامحهم ومتداي فهاري بيبصوله وبيقوله معلش فالدكتورة بتخدم على فصيلة جديدة وبتقولهم انا معرفش عنها اي معلومات غير عددهم واللي هو خمستاشر فماري بتبص عليها وبتقولها على فكرة دول 14 بس فبتقولها ممكن خده واحدة علشان يعملوا عليها اختبارات فبتاخدوا الطلبة وتمشي بس بيتر بيكون مركز مع ماري وماري بتكون مركزة مع العناكب جدا فبيتر بياخد خطوة لقدامه وبيقولها بقولك ايه فبتقوله نعم فبيقولها انا محتاج حد يقف جنب العناكب علشان اقدر اصوره ففعلا بتقف وبيفضل يصور فيها لكن العنكبوت اللي كان ناقص كان فوق دماغ بيتر وبنزل عليه وارصه من ايده فبيحس بالعضة وبيرمي العنكبوت في الارض وماري في حد بينده عليها فبتسيبه وتمشي وبيتر بيكون مركز على عنكبوت اللي عضه فهاري بينده عليه فبيسيبه ويمشي برضه وعن ناحية تانية القوات العسكرية واعضاء مجلس الادارة بيكونوا عند نورمل في الشركة بتاعته وده علشان يوريهم اخر تطورات الطيار اللي هو اختراحها وبيقول المشكلة اللي كانت موجودة خلاص حلناها ودلوقتي مفيش اي مشاكل فالقاعد بيقوله انا مش جاي علشان اشوف اخر تطورات الطيارة انا عايز اشوف المادة اللي المفروض يتحقن بها الشخص علشان يقدر يركب الطيارة فبيقوله احنا فعلا عملنا كده على الفران والتجارب كلها نجحت لكن ليها اثار جانبية الفار بعد ما بياخد المادة دي بيكون عصبي جدا وبيكون في منتهى الشراسة وبيكون في فران تانية بس ما بيلحقش يكمل كلامه لان نورمل بيقوله اسكت انت فبيقوله المشكلة دي بسيطة وانا هادر اشتغل عليها واحلها فالقاعد بيقوله خلي بالك انت قدامك اسبعين لو ما سلمتنيش المشروع ده جاهز انا واقف عنك التمويل وعنها التانية او ما بيخش البيت بيطر بيكون مرهق جدا لان العضة بتادي التأثر عليه فعميته بتقوله مالك ما بيردش عليها بس لما بيطلع فوق بيقلع هدومه وبيكون جسمه كله شاحب ودايخ فبيضوخ وبيترمع على الارض وبياخد البطنية علشان يتغطى لانه بردان جدا والسم بتاع العنكبوت بيبتدي ينتشر في جسمه كله وعنها التانية النوربان بياخد المادة بتاعته وبيقول انا ما عنديش اي حل تاني غير ان انا اجرب المادة دي على نفسي فالمساعد اللي معاه بيقوله ان انت بتعمله ده خطر وممكن تفقد حياتك فبيقوله ما عنديش اي حلول تاني وفعلا بيخش للجهاز وبيبدأ يحقن نفسه بالمادة وجسمه كله عماله يتشنج ونبضات قلبه ومش منتظمة خالص بيفوق واول ما بيقوم علشان يلبس النضارة بيلاقي نفسه شايف من غير النضارة واول ما بيعدي قدام المراية بيلاقي فيه تطورات في جسمه وانه هو عنده عضلات فما بيكونش فاهم اي اللي بيحصل فعمته بتندع عليه وبتقوله انت كويس لانك انبارح كنت مروح وتعبان جدا فبيقول له انا كويس وكمان احسن من انبارح بكتير فبيبصم البلكونة بيلاقي ماري بتلبس فبيلبس وبينزل بسرعة فبيسلم عليهم وبيسيبهم وينشي فبيطلع وبيلاقي ماري نازلة من بيتها وعمالها تعيط وكالعادة بتعيط علشان جزء امها عمال يجتمها فبيمشي وراها وبيكون مجاهز كلام علشان يقوله لها خلاص واو ما بياخد الخطوة علشان يتكلم بيلاقيها رجبة العربية مع فلاش فبيبص جنب ويلاقي الباص بتاع المدرسة معد من جنبه فكالعادة بيجروا وراه بيفضل اللي خبط لكن محدش بيعبره لكن الورقة بتاعة الباص بتلزق في ايديه وما بيكونش عارف يشيلها غير بالعافية بتقوله مصيبة يا فندم النهاردة الصبح لقينا المختبر كله متكسر وكمان المساعد مقتول والطيارة مسروقة كل ده ونورمال ما بيكونش اصلا فاكر اللي حصل فماري بيكون معدية من جنب بيتر اللي بيكون مركز معها في كل خطوة بتخطيها بس بيكون في عسير مجبوب على الارض واللي بيزحلق ماري وبتكون خلاصها تقع لكن بيتر بيقوم من مكانه وبيمسك ماري بايده بالايد التانية بيرسل حاجات عصانية زي ما كانت مرصوصة فماري بتكون مبهورة من اللي هو عمله وبتبصله في عينيه وبتقوله ايه ده انت قلعت النظارة انا اول مرة اخد بالي ان شكلك احلى من غير النظارة وكمان عينك زرقة فطبعا بيتر بيكون فرحان بس مش فاهم ايه اللي بيحصل المعلقة ملزوعة في ايده اول ما بييجي طلحها من ايده بيلاقي بيطلع معها شباك فبيشد المعلقة فبيلاقي شباك تانية طلعته وبتمسك في صنية تانية بيكون فيها اكل فبيشدها بتكونها تغبط فيه فبيوطي فبتغبط في فلاش فبيمشي قبل ما فلاش يشوفه لكن الشباك بتكون لسه مسكة في الصنية فبيعرف ان هو اللي عملها ففلاش بيغضب وبيمشي وراه واول ما بيروح عند الخزنة بتاعته علشان ياخد حاجاته ويمشي ففلاش بيكون وراه جاي وغطبا جدا بس بيتر بيلاقي الحاجات اللي حواليه بقت تتغير بسرعة تختلف عن الطبيعي واول ما فلاش بيكون خلاص هيدرابه بيتر بيتفادت ضربة وهو بيدرب الخزنة بتاعه بيتر فماري بتتدخل وبتقوله سيبه اكيد هو ما كانش قصده وبيتر كمان بيقوله انا ما كانش قصده وانا كمان مش عايز مشاكل بس فلاش بيقوله وانت لسه شفت مشاكل انا هوريك اللي انت عمرك ما شفته واول ما بيبتدي يهجم على بيتر بيتر بيلاقي الضربات بتاعته بطيئة جدا وان هو بيقدر يتفادها بمنتهى السهولة فماري بتقول له هاري وانت تفضل تتفرج لحد ما بيتر يتدري بحاول تساعده بيقولها انت متأكد ان بيتر هو اللي محتاج مساعدة كل ده وفلاش عمال يضرب عالفاضه ومش قادر يلمسه ففلاش بيتجنن وبيخش عليه بمنتهى العنف فبيتر بيمسك ايده وبيلفه وبيديله ضربة في التانية وبيرميه بعيد فالاكل بتاع المدرس بيقع عليه وبيكون شكله مصخرة جدا قدام زميله فبيتر بياخد بعضه بيجري لانه مش فاهم ايه اللي بيحصل بيجري لمكان بعيد محد شايفه وبيحاول يكتشف كدراته فبيبص على العش بتاع العنكبوت وبيحاول يتسلق الحيطة واول ما بيحاول يتسلقها بيلاقي في حاجات طلقته من ايده وبيطلع يتسلق عادي جدا وبعدها بيفضل يتنطط على العمال بمنتهى السلاسة فبيروح على اخر عماره علشان ينططها فبيلاقي المسافة بعيدة بس بيكون في رفاعة موجودة قدامه فبيحاول يطلع الخيوط من ايده بس ما بيكونش عارف بتطلع ازاي فبيفضل يجرب لحد ما بيدوس على العصب بتاع ايديه فبيطلع منها خيوط فعلا فبيركز على الرفاه وبيضرب عليها الخيوط علشان تمسك فيها ففعلا بتمسك فيها ومن بعدها بينط بس ما بيعرفش يوقف نفسه فبيغبط في الحيطة وكالعادة وهو قاعد بالليل بيسمع صوت جزء ام ماري وهو بيزعق لها فبيطلع يرمي الزبالة فبيلاقي ماري طلعت هي كمان فبتقوله انت سمعت حاجة فبيقولها غصبا عني سمعت وانا برمي الزبالة بيقولها ما تزعليش اصلا ما فيش بيت خالي من المشاكل وبعدين عايز اعتزلك بخصوص فلاش انا ما كانش قصد اضربه فبتقوله ما تحطش في دماغك هو اصلا ما زعلش اللي يعنيه ما ورميتش علشان يقدر يحضر حفلة التخرج فبتقوله انت هتعمل ايه بعد حفلة التخرج الليها هروح المدينة علشان اشتغل فوتوغرافر وانت هتعمل ايه بتقوله كمان ان نفسها روح المدينة واشتغل هناك ممثلة قالها بجد على فكرة انت اصلا ممثلة موهوبة بتقوله انت عرفت ازاي بيقولها من المصرحيات المدرسية اللي كنت بتعمليها زمان قالها انا فاكر كل حاجة عندك ما تستهاش من وحنا صغيرين فبتقوله انت شايف في مستقبلك هتكون عامل ازاي فبقول لها انا معرفش فبتقوله طب وانا فبيقول لها تكوني احسن ممثلة في امريكا بالكامل الفلاش بيقطع كلامه وهو بينادى عليها فبتسيبه تمشي وبيسمحها وهي بتقوله العربية دي جميلة جدا فالجملة بتأثر فيه وبتكرر ان هو يجيب عربية فبيطلع وبيفتح صفحة الاعلانات علشان يشوف اسعار العربيات فبيلاقيها اسعار غالية جدا بس بيلاقي في علام موجود على جنب بيقول اللي هيقدر يقف صاد البطل ده 3 دقايق هيقدر ياخد العربية دي وهو مروح فبيكرر يخش المسابقة دي لكن مش عايز حد يعرف شكله فبيحاول يرسم اي بدلة علشان يلبسها علشان تداري شكله بيفضل صهران طول الليل يرسم في رسمه علشان تعجبه بس المشكلة البدلة اللي هو بيعملها ما بيكونش عارف ينفزها فبيعمل واحدة بدائية لحد ما بيقدر ينفز البدلة اللي هو عايزها فبيبدأ يدرب نفسه علشان يقدر يقف قدام البطل ده 3 دقايق لكن عميته بتطلع على صوت الدوش اللي هو عاملها لكن هو ما بيرضاش يفتح لها الباب لان الاقوضة كلها شباك وعنه حد تاني النورمن بيقرى في الاخبار الجديدة ان قاعد بيقول على مجلس الادارة مش عايزين يماشوا نورمن وان هم مخلين عالم فاشل يعمل تجاري في فشلة وبنرجع لبيتر وعمه واللي بيقوله انت بقى لك فترة متغير بتقفل على نفسك القوضة وبتعمل مشاكل في المدرسة ومش هو ده بيتر اللي احنا ربناه بيقوله المشكلة اللي في المدرسة ما كنتش أنا السبب فيها انا كنت مدافع عن نفسي مش اكتر وكمان معايا زمالي يقدروا يشهدوا بالكلام ده بيقوله ايا كان اللي حصل انا خايف عليك ومش عايزك تقع في مشاكل انت متربي صح وكنت ماشي صح على قد ما تقدر حاول تحافظ على حب الناس وتقديرهم ليك انت لو شايف ان جسمك تغير وعندك دلوقتي عضلات تقدر تساعد بها الناس وكل ما قوتك بتزيد كل ما مسئوليتك بتزيد خلي بالك على نفسك وحاول تحافظ على اخلاقك قال له انت ليه محسس ان انت بتكلم واحد جاي من الشارع فبيقوله انا بقولك الكلام ده علشان خايف عليك مش اكتر ومش عايزك تمشي في طريق مش كويس فبيقوله حاضر وبينزل من العربية واول ما بيخش الصالة بتاعت المراهنات اللي هو كان راح لها اصلا بيشوف الشخص اللي موجود ما بيرحمش اي حد بيخش قصاده واي حد بيخش قصاده عضمه كله بيطلع متكسر فالمزيع بيفضل يتكلم بيقول مفيش حد قادر يقف قصاد الوحش ده حتى 3 دقايق اي حد بيقف قصاده بعد ضربه والتانية ما بيكملش التلاتين سنة وبيطلع فبيتر بيلبس البدلة بتاعته وبينزل المزيع وبيقوله ان هقابله فبيقوله اسمك ايه بيقوله هيومان سبيدر فالمزيع بيغلط وبينسى اسمه وبيقول سبيدر مان فبيتر بيقول ازاي غلط في اسمي مش ده اسمي فبيزقوه بيدخلوه بالعافية وطبع ما فيش اي حد بيشجعه ده غير الزبالة اللي بتتريمي عليه من الجمهور واول ما بيخش الحلبة بيلاقي الافص اتقفل عليه فبيروح للحكم وبيقوله انا ما طلبتش ان انا لعب مباراة في افص فمحدش بيرد عليه وبيقفله كمان الافص بجنزير فاجأ بيلاقي الشخص دخل عليه وهو هيج زي المجنون فبيقدر يتفادى في اول ضربة وبيغبط دماغه في الافص فاللي برا بيدخلو له كورتسي علشان يقدر يضربه كل ده وبيتر بيحاول يتفادى الضرب بتاعه بس بيتملك من بيتر وبيقعه اول ما بيجي يضربه فبيتر بيدربه ضربتين وبيوقعه وبيتر بيكسب المباراة في وسط زهول منه وزهول كمان من الجمهور والجمهور من بعدها بيفضل يهتف في سبايدر مان وبيتر بيكون فرحان جدا من اللي هو عمله ومن بعدها بيروح للرئيس الخزنة فبيلاقيه بيديله مئة دولار فبيقوله ازاي الاعلام بيقول تلات تلاف دولار وكمان ممكن اخد عربية مدل السنة بيقوله التلات تلاف دول لو انت قدرت تستحمل ضربه لمدة تلات دقايق لكن انت خلصت عليه في دقيقتين انا مريس زنب اللي انت ما بتفهمش فبيتر بيتدايق وبيسيبه ويمشي بس بيلاقي في حرامي داخل وبيرمي الشنطة في وش الموظف اللي قاعد وبيقوله حط الفلوس اللي موجودة كلها في الشنطة دي وبيتر اول ما بيطلع عند الاسنصير بيلاقي الحرامي جاي بيجري عليه ومن موظف اللي وراءه بيقوله امسكه بسرعة فبيتر بيوسع له المكان وبيفتح له بوب الأسنصير علشان يخش فالموظف بيقوله انت ليه عملت كده ومسكتوش فبيقوله نام الزنب اللي انت مش قادر تحفز على فلوسك واول ما بيغير هدومه وبينزي بيلاقي في لامة كبيرة والناس حواليه بيقوله يحرام درجل كبير فعمه اول ما بيشوفه بيقوله بيتر بيقوله ما تخافش يا عمنا هنا جنبك بس من بعدها بيفارق الحياة وبيتر بيسمع الشرطة بيقول اللي قتله جارع علي الشرع الخامس فبيتر بيسيب عمه وبيجري ناحية الشرع علشان يلحق اللي قتله بيلبس البدلة علشان ما فيش حد يعرفه وبيفضل يتنطط عالعمال لحد ما بيلاقي فيه مطاردة ما بين الشرطة وما بين حرامي بيكون عايز يرمي الشباك علشان يقدر يطارد الحرامي بس مش عارف يعملها ازاي فبيجمد قلبي وبيرمي الشباك وبيكون خلاص يقبط في الحيطة بس بيرمي الشباك عن نحة التانية وبيقدر بعد كده يتحرك ما بين البماني بمنتهى السهولة بعد كده بينط على العربية اللي فيها المجرم فالمجرم اول ما بيشوفه بيخش في الباب ده علشان يوقعه بس بيتر بينط من فوق العربية والعربية بعدها بتتعطل فالمجرم بينزم العربية وبيجري جوه المبنى وبيكون خلاص هيرب لكن في اخر لحظة بيتر بيمسكه واول ما بيمسكه بيقول له ابوس ايدك ما تيتنيش عندي اولاد وبيتر اول ما بيركز في شكله بيكتشف هو الحرامي اللي لسه مهربه من شوية فالحرامي بيقول له هو انت وبيرفع في وشه السلاح لكن بيتر بيمسك السلاح وبيكسر ايديه فالمجرم بيخاف وبيفضل يرجع الورى من غير ما ياخد باله لكن بيقع من الشباك وبيموت فالشرطة اول ما بتحضر علشان تمسك بيتر ما بيتلاقهوش موجود في المكان وبيتر اول ما بيروح بيحكي كل اللي حصل لعمته والاتنين بينهاروا من العياض عن احد تاني القائد كان رايح لشركة جديدة علشان يكتشف مشروع جديد علشان يموله والاختراع فعلا بيكون ناجح والقائد بيكون فرحان جدا بس فجأة نوربن بيخش عليهم وبيضرب الاختراع ده بصاروخ وبيخلص عليهم كلهم وبعد فترة تحديدا في حفلة التخرج بتاعتهم هاري بيسيب بيتر يتكلم مع والده وبيروح علشان يتكلم مع ماري بيلاقيها بتقول لي فلاش انا خلاص مش عايز اكمل معاك ففلاش بيقول لها انت اللي خسرانا وبيتر اول ما بيروح البيت بيطلع على قطه على طوله بيفضل يعيط فعميته بتطلع له وبيقول لها عمي وحشنا اوي وكان نفسي يكون معايا في اللحظة دي فبتقول له افتكر دايما كلامه وخليك الشاب اللي هو كان عايزك تكون عليه فبيفتكر كلامه اللي قاله له كل ما قوتك زادت المسئولية عليك زادت فبيتر بيفتح الصندوق وبيطلع البدلة بتاعته وبيطلع التصميم اللي هو كان عايز ينفزه في الاول وفعلا بيقدر ينفزه ومن بعدها بيطلع في المدينة وبيكرر ان هو يحمي المدينة بالكامل فاول حاجة بيشوف الست وجزع دي وقفين في السوق الماركت وبيخش عليهم بلتجية علشان يسرقوهم فبيتر بيخش وبيضرب البلتجية وبيسلهم على طول الشرطة على الجاهز وبيرجع للست وجزع الفلوس اللي اتسرقت منهم ومن بعدها بيتر بيتشهر وبيفضل الناس تتكلم عليه بمؤيدين ومعارضين زي فيه ناس بتقول عليه بطل وناس تانية بتقول عليه عيل تافغ وكل بيعمله كدب في كدب لكن هو مش مهتم بكلام الناس لانه بيقصرش فيه وكل هامه ان هو يحمي المدينة وبس لكن وهو ماشي في المدينة بيشوف ماري وبيجري عليها وبيقول لها ماري ازايك عاملة ايه فبيتقول له انت مام انت يا اغبارك فبيقول لها انت بدأت في حلمك ولا لسه بيقول له ايوة طبعا بس بيطلع عليها صاحب المطعم وهي بتتكلم مع بيتر وبيقول لها ان لو شفتك تاني في المطعم هاموتك فبيعرف بعد كده اللي هي شغالة في المطعم فبيقول له ارجوك ما تقولش الهاري فبيقول لها ما له هاري بالموضوع مش انتو الاتنين عادين في شقة واحدة قال لها ايوة قالت له ازاي انت ما تعرفش ان احنا مرتبطين فانصدم من كلام احاول ايداري وقال لها لا انا عارف فقالت له خلاص عشان خطر ما تقولوش انا هسيبك انا فنده عليها وقال لها اكيد انا اتغضى مع بعضي بس بلاش هاري يعرف قايت له اكيد فاول ما بيرجع للشقة بيلاقي ابو هاري موجود فبيقول له انت ليه قاعد بتذاكر وسايب بباك فقال له انا مش عارف هو جاي لنا ولا جاي للتليفون فابو هاري بيخش وبيقول له ازاي كبيتر وحشتني فبيقول له انت تعرف ان هاري بيحب بنته ومش عايز يعرفني عليها فبيتر بيقول له انا معرفش اي حاجة لسه عارف منك دلوقتي وبيبص الهاري فاخري بيقول له لما مرضيتش اقولك عشان كنت شايفك مشغول على عشان بتدور على وزيفة فنورمن بيقول له فعلا انت بتدور على وزيفة مديكي تشتغل معايا فبيتر بيقول له شكرا انا مش عايز اعتمد على حد ان عايز اعتمد على نفسي فبيقول له برافو عليك طب انت عايز تشتغل فيه فبيقول له انا عايز اشتغل فياي مجلة فبيبص في المجلة اللي قدام بيكونو طالبين صور لسبايدرمان فبيجيل فكرة ان هو يخش على اي حرمية ويكون معاك كاميرا بتاعته وبيصوره نفسه هو بيدرابهم وفعلاً بياخدوا الصور دي واديه على رئيس المجلة فأول ما بيشافها بيقول له الصور دي مش حلو انا هديك فيها مية دولار فبيتر لما بيلاقي السعر اولئي فبيقول له لا خلاص فبيضيه الصور وبيقول له خدها وامشي واول ما بيجي معاش رئيس المجلة بيقول له هديك تلتميه دولار فبيتر بيوافي وبيضيه الصور فخاللا بياخد الصغر وفيقول الموظفرض أخدوا صغر سبايدر مان ونزليها في أول صفحة واكتب عليها وقول سبايدر مان مصدر أمان ولا خراب على البلد فبيتر بيسطغر بيقوله إذا يا فندي منت قدمك الصغر اللي هو بيحمي البلد فبيقوله انت مليكش دعوه وانت عليك انك تجيب الصغر وتاخد الفلوس وانك بأنوان فبيقوله طب ما فيش وظيفة سابطة لية فبيقوله لا انت عليك تجيب الصغر وتاخد الفلوس وبس وعالجانب التاني نوربان بيكون قاعد مع عضاء المجلس وبيقولهم احنا بنعوض الخساري اللي اخسرناها واكيد هيكون لنا راجعة قوية فرئيس المجلس بيقوله احنا ما عملناش الاجتماع ده علشان تقولنا على افكارك احنا عملنا المجلس ده علشان نقولك ان احنا مستغنين على خدماتك وكمان في شركة قدمت لنا عرض احسن من شركتك علشان كده احنا هنبيع الشركة فبيجانوا انه بقولهم ازاي انت ما تعرفوش انا تعبت ازاي في الشركة دي فماكس بيرد عليه بقوله احنا ما نقدرش نعمل لك حاجة وفي خلال 30 يوم لازم ان تكون سايب الشركة وماشي لان الشركة هتتباع بعد مهرجان الوحدة فبيقولهم انا كده بتدمر انت ما تعرفوش انا قد ايه تعبتي في الشركة دي بس انا عارف الحل فين وبعد 30 يوم بيبدأ فعلا مهرجان الوحدة وبيتر بيكون بيصور فبيشوف هاري وماري واقفين مع بعض فهاري اول ما بيشوف ان بيتر شافه وبيحاول يمشي من المكان فبيروح لماكس وبيقوله انت ما شفتش بابا فبيقوله على ما اعتقد ان ابوك مش هيجي هنا النهاردة بس فجأة بتظهر الطيارة اللي اختفت في المعمل فالناس بقيت تبص عليها وكانت فاكرها ده جزء من العرض فبدأوا يسقفوله بس بيروح على عضاء مجلس الادارة وبيرمي عليهم كنبيلة بيفجر المبنى اللي هم واقفين عليه وبيرمي كنبيلة تاني فبيموت كل عضاء مجلس الادارة وماري كانت وقفة على حرف المبنى وخلاص اعطوها ده والشخص المكنع عمال يقتل في الشرطي واحد وراء الثاني بعد كده بتبتدي المطاردة ما بينه وما بين سبايدر مان بالطيارة بتاعته واول ما بيكون خلاص هيوصل الشخص المكنع بيجي وبيمسكه من ظهره وبيضربه في الحيث سبايدر مان بيدرب شباك في وشه وبيحط اديه في الطيارة بيبوزهله فالطيارة بتختله وبتاخده المكان بعيد وماري بتكون خلاص هطوع بس سبايدر مان بيجري وراه وبيلحقها في اللحظات الاخيرة كل ده قدام الناس اللي فرحانه اللي سبايدر مان قدر ينقذ ماري وماري طبعا مش مصدق ان هي في حضن سبايدر مان واول ما بينزلها على المبنى ده وهيسيبها ويمشي فبتنادي عليه بتقوله استنى هو انت مين يقولها انت عارفان كويس بتقوله مين يقولها سبايدر مان وبيتسيبها ويمشي طبعا بتكون فرحانة بالله حصل وبتكلم هاري وبتحكيله على كل اللي حصل بس الغيرة بتكون باين عليه من طريقة كلامه فبيقفل معها المكلمة وبيقول لبيتر بص انا عايز اقولك ان انا اسف ان انا وماري كنا مرتبطين ومخب عليك بس انت كنت جابان وما قدرتش تقول لها ان انت بتحبها لكن انا قدرت وقلت لها واحنا الاتنين ارتبطنا وبقينا نحب بعض فبيقول له عندك حق انت صح فبيقول له هروح نام وعالجنب التاني نورمان بيكون قاعد في البيت فبيسمع صوت بيخوفه بيفضل يدورك على الصوت ما بيلاهوش بس صوت بيقوله انا هنا بيبص في المراية بيلاقيه هو نورمان انا اللي بقدر اجيب لك حقك من الناس اللي ظلموه لان انا اعظم اختراعاتك وعلشان افضل معاك لازم انت نتحد ونقف قدام شخص واحد علشان بعد كده نقدر نسيطر على المدينة بالكامل والشخص اللي احنا لازم ان نتخلص منه هو سبايدر مان وعالجنب التاني بيتر بيروح لماري بيقول لها عاملة ايه بيقول لها عملت ايه في التمثيل بتقوله قدمت بس سألول ان انت لسه محتاجة تدريب فبقول لها ايه رايك انا وانت نتعشى مع بعض انا هصرف عليك اربعة دولار النهاردة فبقول لها معلشنا النهاردة راح اتعشى مع هاري لو حابب تعال اتعشى معنا فبقول لها لا خلاص روحي بس يخلي بالك من نفسك بس اول ما بتمشي بيلاقي فيه شخصين بيفضلوا يتكلموا عليها فاول ما بيخشوا وراهم علشان يشوف الموضوع بيلاقيها بتجري منهم فبيلاقيها عملت دافع عن نفسها قدامهم بس هم كتير قوي قدامها فبيرمي الشباك بتاعته عليهم فبيسحبهم كلهم بيفضل يضرب واحد في التاني لحد ما بيخلص عليهم بمنتهى السهولة بس القناع اللي على وش بيكون متشال وماري مش واخدة بالها منه كويس عشان الدنيا ضلمة وقوم بتخشوا وراه علشان تشوفوا ما بيتلاقهوش بس فجأة بيظله وبتقوله الزهور انك مرئبني بيقول لها ابدا ان كنت معدي بالصدفة واسمع السوت دوشة فراحت اشوف في ايه لقيتك انتي فبتقوله بجد انت خراف انا معجبة بيك جدا فبيقول لها بجد انا فخور جدا اللي عندي معجبة زيك فبتقوله سبنا شكرك بطريقتي فبتشله نص القناع وبعد كده بيحصل اللي بيحصل وتاني يوم بيكون في حريقة في مبنى كبير فالستة دي بتيجي الراجل المطافي بتقوله ابن جوه ارجوك الحقه بس فجأة بتلاقي سبيدر مان طالع وشايل ابنها على ايده فبيده لها فبتشكره جدا فرج الشرطة بيقول له ازبت مكانك انت معبود عليك فبيسمعه في صوت ست بتستغيس فبيقوله خلاص روح انقذها الاول بعد كده رجع تاني واول ما بيطلع فوق المبنى بيكون خلاص بينهار وبيفضل يدور على الستة العمالة تستغيس بس بيكتشف ان الستة العمالة تستغيس ده نورمان فالنورمان بيفضل يهجم عليه بمنتهى الشراسة وبيرمي عليه سكاكين فاول مرة بيقدر يتفادها تاني مرة بيرمي عليه سكاكين بيتفادها برضو بس فيه سكينة بتجرحه فسبايدر مان بيغضب وبيبدأوا دل اتنين ترزيع في بعض بس بيرمي عليكم بلا ما بيشوفش من بعدها حاجة وسبايدر مان بيختفي من المكان وبيروح بسرعة على بيت عميته لان هاري وماري ونورمان معزومين عندهم في البيت وده علشان هاري عيعرف ابوه على البنت اللي بيحبها وهو فعلا بيمشه رابا بس بيوصل البيت قبله فبيسأل عميته وبيقولها فين بيتر بتقوله بعدته يجيب حاجات وفجأة كلهم بيسمعوا خبطة جديدة في قطة بيتر بيطلع يشوفه في ايه ما بيلاقوش حد لان بيتر بيكون متشعلقة في السقف بس الجرح اللي في ايده بينزف بتكون خلاص نقطة الدم هتنزل على دماغ نورمان بس بيتحركوا قدام ونقطة الدم بتنزل على الارض فنورمان بيشوف نقطة الدم اللي موجودة فبيبص في السقف ما بيلاقيش حد بيطلع في البلكونة بيدور برضو ما بيلاقيش حد لان بيتر بيكون مستخبي تحت البلكونة فبيتر بيغير هدوم وبيخش من الباب الرئيسي عادي فأوما بيقعد معهم على الترابيز عميته وبتقوله ايه اللي عورك في دراعك ويقول لها ابدا انتخبطت في عجلة فاتعورت بس النورمان بيتأكد ان بيتر هو زبايدر مال لان دي نفس التعوير اللي هو عورهال وهم بيتخنقوا فبيقوله ما لازم نستأذن عشان عندي حاجة مهمة لازم نعملها فهاري بيطلع وراءه بيقوله انا لسه معرفتكش على البنت اللي انا عايزة تجوزها بيقوله انت جيب لي واحدة من الشارع عايزة نجوزها لك اللي زي دي ما ينفعش للجواز اللي زي دي اخير هتاخد منها اللي انت عايزه بعد كده ترميها بيرجع تاني الماري بس بيكون سمعت كل حاجة فبيتقوله انا مش هادر اكمل معاك لان ابوك فعلا شخص مش كويس بيقولها خلي بالك الشخص اللي انت بتتكلمي ده عليه ابويا وانا ماسمحش ان انت تقول عليه اي حاجة وحشة بتقوله تسمح او ما تسمحش انا مش عايز اكمل ومش عايز اعرفك تاني في حياتي وبالليل نورمان بيكون قاعد مع اشتانه وبيقوله احنا لازم نخلص على كل احباب بيتر وفاجأة عميته هي قاعدة في البيت نورمان بيهجم عليها وبيكسر عليها البيت فبتخش في حالة سرع وبتتنقل للمستشفى فاول ما بيتر بيروح بيسمحها بتقوله ان هي الصفرة كانت مرعبة وشكله الاخدر كان هيموتني كل ده وبيتر عمالي يفكر مين هو العفريت الاخدر وماري بتحضر في المكان وبتقوله بيتر الف سلام على عمتك فبيسألها انت كلمت هاري فبتقوله لا وبتقوله كمان انا خلاص ما بقيتش احبه وبقيت احب شخص تاني فبيسألها مين فبتقوله اكيد انت مش تصدق فالله هقوليلي وسبيلي الاختيار فقالت له انا بحب شخص بيساعد الناس كتير وكمان انقذني مرتين والشخص ده هو سبيدر مان فبيقولها بجد على فكرة نعرف سبيدر مان وانا كمان اللي بصوره وبنزل الصور بتاعته على المجلة فبتسأله وبتقوله هو ما كلمكش عني قبل كده فبقال لها بصراحة كلمني وقال لي ان انت احلى بنت هو شفع في حياته ولما بيبص في عينيك بينسى العالم كله وبيحس ان هو اقوى راجل في العالم وكمان بيحس ان هو اضعف راجل في العالم وكمان بيحس بالحنان والامان وكمان بيحس بالشوق واللهفة يقول لها شعور مستحيلة وصفولك بتقوله ايه ده هو انت اللي بتقولي الكلام ده يقول لها لا ده انا بقولي الكلام اللي هو بيقوله فبتمسك ايديه وبتحاول تقرب منه وعمته بتكون شايفة كل حاجة ومبسوطة بس فجأة بيخش هاري عليهم وبيشوفهم وبيفهم كل حاجة بيروح البيت وبيكون حزين جدا ونورمان بيشوفه وبيقوله مالك فبيقوله خلاص ماري سابتني وبقت تحب بيتر فبيقوله ان اقولتلك ان دي كلب الشوارع وعلى فكرة بيتر ما يختلفش عنها كتير وما تقلقش لان حقك هيجيلك قريب جدا وبالليل ماري بتفوقه بتلاقي نفسها نايمة على كبري واللي خاطفها العفريت الاخضر وكمان بيخطف عربية مليانة اطفاله وبياخدها معاه في نفس المكان في نفس الوقت بيتر بيتصل بيها بيلاقيها ما بتردش فبيشك ان العفريت الاخضر هو اللي خاطفها وفعلا بيروحها الكبري بيلاقي العفريت الاخضر هو اللي خاطف ماري فعلا وبيكون ماسك ماري في ايد وماسك عربية الاطفال في ايد تانية فبيقوله انا بقدم لك عرض طحفة اما تنقذ حبيبتك اما تنقذ عربيات الاطفال وبيسيبه من الاتنين يقعوا وفجأة بيتر بينط على ماري وبياخده وكمان بيمسك عربية الاطفال وبيرمش باك عالكبري من تحت بس العربية بتكون تقيلة جدا والشباك بتكون خلاص هتتقطع لكن في مركب جاي من بايد علشان تقدر تاخد من بيتر الاطفال ونورمان بيستغل الوضع اللي فيه سبيدر مان وبيفضل يضرب فيه مين وشمال بس بيتر ما بيقدرش يسمد كتير والاولاد وماري بيقعوا منه بس بيقدر انه هو يرجحهم ليه تاني ونورمان بيركب الطيارة بتاعته بيكون داخل خلاص على سبيدر مان وهيخلص عليه بس الناس اللي عالكبري بتفضل تضرب فيه فبيتلها مع الناس وبيسيب سبيدر مان وفي نفس الوقت المركب بتوصل وبتاخد منه ماري والاولاد وبعد كده سبيدر مان بيفوق للعفريت الاخضر بس نورمان المراضي بيكون مستعد لسبيدر مان فبياخده وبيرميه لمكان بعيد وكمان بيرمي عليكم بلا بتفرع في وشه وبتقطع المسك اللي هو لابسه ومن بعدها بيفضل يضرب في سبيدر مان يمين وشمال وسبايدر ما بيكونش قادر يقف ولا يسمط قصاده فبيقوله خلاص دي نهيتك على ايدي يا سبيدر مان وبعد ما اقتلك هقتل عمتك وبعد ما اقتل عمتك هعزب حبيبتك ومن بعدها هقتلها بابشع الطر اللي ممكن تتخيلها بيتر بيغضب وبعد كده بيفضل يضرب فيه بكل ما يملك من قوة واول ما بيتملك منه بيقوله استنى يا ابني انا عمك نورمان انا عايز اقولك ان فيش طان جوايا هو اللي متحكم فيه وانا مش قادر اعمل اي حاجة كل ده بيحاول يلهيب الكلام علشان يجيب الطيارة من وراه وبيطلع منها السككين وبعد كده بتخش على بيتر بس بيتر بحسة العنكبوت اللي عنده بينط قبل ما الطيارة تغبط فيه والطيارة بتغبط في نورمان وبتقتله بس قبل ما بيموت بيقول لبيتر ارجوك ما تقولش اي حاجة الهاري فبياخد جسطه ويوديها البيت واول ما بينعمه على السرير هاري بيخش وبيشوفه وبيقوله انت مين وبيطلع السلاح علشان يقتله فبيلاقي سبيدر مان اختفى من المكان وتاني يوم بيتفينه وبيتر بيكون معاه بيقوله معلش يا صاحبي انا عارف ان انت دلوقتي حزين جدا فبيقول لابويا ما ماتش لوحده ابويا اتقتل وانا قتله سبيدر مان وانا لازم ااخد بحقه انا بحمد ربنا اللي انت معايا يا صاحبي ارجوك ما تبعدش عنه وخليك في ظهر يا صاحبي فبيتر بياخده بالحضن ومن بعدها بيسيبي وروح لعم وبينه فماري بتروح عليه وبتقول لها انا عارف ان هو وحشك فبيقول لها طبعا فبيقول لها انا عايز اكلمك في موضوع تاني بس عارف ان هو مش وقته فبيقول لها انا عارف ان انت متعلق بي قوي وانت عارف ان انا مواجبة بشخص تاني وانا مش قادر ابطل تفكير بي فبيقول لها مين سبيدر مان فبيقول لها انت يا بيتر انا بحبك انت فبيقول لها بس انا مش هقدر بتقول له مش هتقدر ازاي بيقول لها مش هقدر ابعد عني وكل ما هتفكر فيه هتلاقينه اي وقت هتحتاجيني فيه هتلاقيني موجود جنبك بس انا عايز اكتراف ان انا هكون جنبك كصاحب فبتقول له اصحابه بس فبيقول لها ايه اصحابه بس ده كل اللي هقدر ادهولك وبعد كده بتعيطه بيتر بيسيبه ويمشي وبيفتكر كلام عامه اللي قاله له كل ما قوتك بتزيد كل ما المسئولية عليك بتزيد وده اللي بيتر بيفكر فيه دلوقتي ان هو يعمله ان هو يحمل مدينة بالكامل من اي خطر يحصل لها وهنا بينتهي ملخص الجزء الاول من اسبيدر مان ولو عجبك الملخص وعايزنا نكمل في بقية السلسلة ما تنساش تشترك في القناة وكون اخي لنا جديد ويه سلامات